اهلا بكم مشاهدين من جديد نبدأ نشرتنا من الاخبار المحلية حيث فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته هذا الاسبوع مئة واثنى عشر عطاء لعشرين مناقصة حكومية وبلغ اجمالي اقل العطاء 13 مليون دينار بحريني طبعا تصدر الجلسة ادارة المخازن المركزية بخمس مناقصات تضمنت كابلات ارضية وقواطع كهربائية وانبيب فولاذية ومحاولات ومراوح تهوية كهربائية كما فتح المجلس مناقصة لوزارة الاشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمشروع تطوير البنية التحتية لجنوب الحد وتنافس على المناقصة اثني عشر شركة وتقدم بأقل العطاءات شركة جلال العالي بعطاء بلغت قيمة حوالي مليون وخمسمائة الف دينار هذا وطرحت هيئة الكهرباء والماء ثلاث مناقصات شملت تصريح وتطوير وتركيب محاولات كهربائية بمحطة الرفاع وتقديم خدمات فحص العدادات بالهيئة لمدة سنتين وتقديم خدمات قراءة العدادات بهيئة الكهرباء والماء لمدة سنتين أيضا من جهة أخرى فتح المجلس مناقصة لشؤون الجمارك لبناء وتشغيل وتحويل أجهزة الكشف بالأشعة للشاحنات وحوية الفرز وبلغت قيمة العطاء سبع ملايين دينار وفي شأن محلي آخر تندرج إدارة المخازن المركزية تحت مضلة هيئة الكهرباء والماء والمخولة بتخطيط وإدارة نظام التجهيز والتخزين المركزي لجميع الإدارات والمرافق التابعة للهيئة ووضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بعمليات الشراء بطريقة فعالة واقتصادية للحصول على أفضل الأسعار وأحسن الشروط وفق أحدث الوسائل العلمية والعملية كما تشمل مهام الإدارة وضع نظام لمراقبة الجودة من أجل التأكد من مطابقة مواصفات السلع والمعدات المستلمة مع الأوصاف القياسية الموضوعة إضافة إلى توفير وتخزين جميع المواد والمعدات التي تطلبها الإدارات والمرافق التابعة للهيئة من أجل القيام بأعمال الصيانة والاستهراك المتكرر والمشاريع الإنشائية نفى رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين عبداللطيف الريس عزم الشركة التوقف عن نشاطها التأميني في سوق مملكة البحرين وقد أوضح الرئيس بأن التعميم الذي أصدره مصرف البحرين المركزي يشمل إلغاء التراخيص الممنوحة للشركة القابضة وهي اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة وليس شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين وبحسب الرئيس فإن الشركة القابضة هي شركة استثمارية ولا تزاول أنشطة التأمين منذ تأسيسها وارتأت إلغاء الترخيص الممنوح من المصرف المركزي مؤكدا في الوقت نفسه أن شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين التابعة للشركة الأم مستمرة في عملها بتقديم خدمات التأمين في سوق مملكة البحرين يأتي تصريح الرئيس على أعتاب التعميم الذي أصدره المصرف المركزي وانتشرت على أعتابها الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصفية الشركة وإلغاء مزاولة نشاطها التأميني مشاهدنا طبعا مثل هذه الأخبار المهمة والتي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب التأكد من مضمونها قبل الشروع في نشرها وخاصة أن شركة اتحاد الخليج للتأمين ويعادة التأمين تعتبر شركة تابعة لاتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشروعات القابضة الشركة الأم والتي تمتلك نحو 35% من أسهم مركز اتحاد الخليج لإصلاح السيارات وهي شركة زميلة تتولى إصلاح السيارات الناشئة عن مطالبة السيارات للشركة وتمتلك الشركة أيضا 15% من أسهم الخليج الإلكترونية لنظم الإدارة وهي شركة زميلة تتولى إدارة المطالبات الطبية مشاهدنا استعرض وإياكم الآن أداء الأسبوعي لبورصة البحرين حيث بلغت كمية الأسهم والسندات المتداولة خلال هذا الأسبوع ثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف سهم وسند وقد بلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها مليون وثمانمائة وتسعة وأربعين ألف واربعمائة وخمسة وستين دينار نفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال مائتين وثمانية وأربعين صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم خمسة وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم عشر شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابقة واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية في محل قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية من تعاملات هذا الأسبوع والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية